اثانية صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرانتش موجز اخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة اهلا ومرحبا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر لن تتدخر جهدا خلال رئاستها القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف في مدينة شرم الشيخ لضمان ان يصبح هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض الى التنفيذ جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بالتزامن مع اعلان وزارة البيئة اطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لجمهورية مصر العربية لمؤتمر الاطراف لتغيرات المناخية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من نوفمبر القادم واكد الرئيس ان استضافة شرم الشيخ للمؤتمر يأتي هذا العام بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الامم المتحدة الاطرية بشأن تغير المناخ ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي اعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من الخامس عشر حتى السادس عشر من يونيوم ومن المقرر ان يتبنى المؤتمر في نسخة الثامنة قضية تغير المناخ والذي حرص مجلس النواب على ادراجها قضية عالمية في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطرية حول تغير المناخ كوب سبعة وعشرين والمقرر عقدها بشرم الشيخ بنوفمبر المقبل هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة وذلك طبقا لتوجهات رئيس السيسي مشيرا خلال ترأس اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة على ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض في المحافظات ونوها مدبولي إلى أن ملف توريد القمح هو الأهم حاليا وشددا على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقمح قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ متقدمة أكد بايدن في تصريحات له أن واشنطن لا تسعى لنشوب حرب بين حلف الناتو وروسيا مشددا على أن الولايات المتحدة لن تكون طرفا في الأزمة الأوكرانية طالما لم تتعرض هي وحلفاؤها لأي هجوم أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان استعداد المملكة لبثل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال استقبال بن فرحان لنظيره الروسي سيرجي لافروف بالرياض شدد بن فرحان على موقف السعودية المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة وذلك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الروسية الأوكرانية ويحاقق الأمن والاستقرار ووصفت الأمم المتحدة محادثاتها مع روسيا بشأن وصول المنتجات والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية بأنها بناءة وأضاف المتحدث باسم الأمينة العام للأمم المتحدة أن المنفوضات بين النائب الأول لرئيس وزراء روسيا والأمينة العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد ركزت على تسهيل وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وذلك بهدف رئيسي هو معالجة عدام الأمن الغذائي العالمي كما رحب الرئيس الأوكراني فلودمار زيلينيسكي بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وخلال مؤتمر صحفي بكييف مع نظيرته السلوفاكية انتقد زيلينيسكي ما وصفه بالتأخير غير المقبول في اتفاق دول الاتحاد على أحدث العقوبات وأعلن أن كييف تخطط لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية انتهى المجازي الإخباري ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة كنت معكم أنصر عبدالله شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر